الجهود المصرية المساندة للقضية الفلسطينية لم تتوقف واتخذت أشكالا عدة لصالح تسوية القضية الفلسطينية ودعم الشعب الشقيق الزميل رجاء رمزي يطلعنا على أبرز تلك الجهود خلال مراحلها التاريخية أهلا بكم جهود مصرية مكثفة لدعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والتنموية والأمنية والمجتمعية والإنسانية فمنذ العام 1948 وخلال كافة المراحل التي مر بها المنطقة كانت القضية الفلسطينية حاضرة وبقوة في الأولويات السياسية والشعبية المصرية فلم تظن مصر في العوام 1948، 1956، 1967 بدماء أبنائها دعما لحق الشعب الفلسطيني في العيش على أرض فلسطين وبكل حرية وأمان المساندة السياسية المصرية الدائمة لفلسطين تجسدت خلال فترة الكفاح المسلح ضد الاحتلال وهو ما تم تدشينه عبر مشاركة مصر في القمة العربية الثانية في الأسكندرية في العام 1964 والتي رحبت بقيام منظمة التحرير الفلسطينية لم يتوقف الدعم المصري للقضية الفلسطينية خلال السنوات الماضية ليتخذ أشكال أخرى خاصة بعد أن دخلت منظمة التحرير في إطار عملية تفاوضية مع إسرائيل بداية من اتفاقية غزة أريحة وصولا إلى اتفاقية أوسلولي السلام في العام 1993 وفي سبتمبر للعام 1993 شاركت مصر في التوقيع على اتفاق أوسلولي الذي توصل إليه الجانب الفلسطيني والإسرائيلي حيث جاء بالاتفاق أن هدف المفاوضات ما بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية هو تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية منتخبة لمرحلة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات تؤدي إلى تسوية نهائية على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي وفي مايو للعام 1998 طرحت المبادرة المصرية الفرنسية حيث تمت الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإنقاذ عملية السلام ما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وإيجاد ألية جديدة تضمن تنفيذ هذه الاتفاقية وفقا لمؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام وفي أكتوبر من العام 2002 شاركت مصر وبقوة في الجهود التي أدت إلى إقرار خطة طريق والتي تبنتها اللجنة الرباعية تضمنت رؤية شاملة لحل القضية الفلسطينية تقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية وفي يونيو من العام 2004 طرحت مصر مبادرة للقيام وبدور مباشر في تهيئة الأجواء أمام تنفيذ خطط الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة حيث رأت مصر أن انسحاب إسرائيل من أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة يعد مكسباً للفلسطينيين الجهود المصرية نكحت في أكتوبر من العام 2017 عبر رعايتها اتفاقاً تاريخياً للمصالحة الفلسطينية الفلسطينية تم بموجبه الاتفاق على توحيد المؤسسات الحكومية وتمكين الحكومة الفلسطينية لممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها كاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية نجحت مصر في جميع الحروب الإسرائيلية في قطاع غزة في العوام 2008، 2012، 2014، 2021، 2022 نجحت في وقف إطلاق النار وإعادة الهدوء الأمني وهو الأمر الذي يتكرر الآن في التصعيد الإسرائيلي الخطير على قطاع غزة ومع دعوات إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة عبر تهديدهم بالإبادة الجماعية وقفت مصر حائط صد أمام هذا المخطط وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن هذا يعني تصفية للقضية الفلسطينية وإضاعة للحق الفلسطيني إذن ومن خلال كل تلك التحركات يمكن فهم أهمية الدور المصري في القضية الفلسطينية ومدى حرص القاهرة على وجودها بشكل مستمر في إطار مساء حل القضية من زاوية التزامات مصر كقوة عربية كبرى لها تاريخ عريض في دعم الشعب الفلسطيني في كافة العهود شكرا لكم ترجمة نانسي قنقر